هقول مثال زي يوسف نعم مرات فتفارة عرضت عليه الشر نعم رفض المسيح رفض نعم المسيح رفض آدم قبل فلما آدم قبل أدخل العدوين دول الخطيئة والموت أذلوا كل البشر الخطيئة أتحدى ونتحدى جميعا إنسانا عاش في هذه الأرض إيه دير يقف في مواجهة الخطيئة ولما بتذكر كلمة الخطيئة أخ سامح إحنا مش بتكلم على شوية خطايا اللي بتيجي في زيه أنه منعدها لكن إحنا نتكلم عن عن شيء بيستشر بيتفشى في حياة الإنسان اللي هي ضد طبيعة الله نعم بقدر أقول إنه مبدأ أدبي أو قوة أدبية لما بص للكهرباء قوة بس قوة فيزيكا نعم مش كده لو بصت للهروين والمخدرات قوة بس قوة فيزيكا نعم الخطيئة قوة بس قوة أدبية قوة روحية أذلت الإنسانية استعبدت الإنسان أكبرت الإنسان على الاستمرار في الشر ليه بتاع المخدرات مش قادر يوقف ليه بتاع الزنا مش قادر يوقف ليه بتاع الحلفان مش قادر يوقف ليه بتاع الكذب وليه القاتل وليه 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 ليه أذلت البشر عدو عدو اشتركوا في القناة